سلوك بس. هنكدهم نقليل يا بركة. دكتور ده ليس اخشي لنا ماشا غالينا بالفول اه بالفول اوتلايزيزيشن. ايه ماشا. اهه. اهه. السلام عليكم. الصراحة ما عارف يعني. يعني. عليكم السلام. لا. بحيث انه التست ما كله من حياته مبارح. الكلام ده صحيح صح? صح. كلامك صح يا. اه. في حاجات اه اه ريفيو اللي ورش بي. ايه. حاجات لي وراء ايه صح. لا لا خلاص اكد كده خلاص. لانه بحيث انه اخي الكلام ده. شغالينا. شغالينا انت في السوبر ماركت يعني. انا انا عباليك عادي في مكتب ومذاكر ومذاكر. مه في متى ده? وقلتك انت انت وانت انت وانت وانت بيتكون انت بيتحلها ونشي في سوبر ماركت يعني عادي يعني ما عندك مشكلة. اه. والله يا اخي ما بس انا بحاول شنو بغدر. يعني سأنا في معظم الأجوب ما مكون مدكد من الإجابة لكن أيوه البيك اللي أنا بشوف إنها هي أقرب للإجابة يعني من نصب الأسئلة في حيات كده منطقية شوية يعني بفهمها من المنطق صحي ده ما الكلام اللي قلت أنت قبل كده يا أسامة أيوه أيوه يعني أسي التسوالك الأخير بتاع أيوه التيمليدر عنده مبنيان ضخميين كان ببني في عمارتين في مدينة نعم فأنت قلت للعائد العائد اللي حفز العمار إنه ما يشتغلوا بطريقة وما يشتغلوا بطريقة أحسن فكان الجوات كلها قريبا يبع الشيط أيوه بيتضبط كده نعم في النهاية ده ما تكون عاطفة يعني مثل فحل قلت أنه تعمل معهم الموشي العاطفين ما تعمل معهم عاطفين تعمل معهم بطريقة تعمل برو أيوه بوفو يعني نعم بيتضبط كده أيوه بطريقة بروفشنة أيوه لكن يا جماعة جوزو العاطفين لما عندك دور برضو؟ الجوزو العاطفين حاليا نتكلم عنه الليل إن شاء الله عندنا في حاجة اسمها الزكاة العاطفين ما في حاجة كمان أنت برضو لازم تنتبه لها هو أسخات إجابات كلها الإجابات الثانية دي كلها بتخش في الليدرشيب يعني ممكن أنت الليدرشيب دي تكون أنت عندك فيها حبة عاطفة تكون فيها شغل بتاع فيدباك نعم هو جماله لك في حاجة واحدة أيوه الليدرشيب الأزلة دي أغلبها في البيانبي دي بتعتمد عليك شنوان تشوف أحسن واحد أصحة واحد يعني ممكن كلهم صحيحين تقريبا لكن هشوف أنت أصحة واحد من الصحيحين أصحة صحيحين نقول بالضبط كده هي شوف الأزلة الأزلة كلها صحيحة زي ما قلت أنت لكن تشوف 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 الباست أنصر يعني ايوه اكتل واحدة واحدة بعيدة المؤمنة يا دكتور ايوه في ملاحظة الباوربوينت بتاع آخر ثلاثة ولا أربعة محاضرات ما مزبوط لما نجي نعمل لي ما بيطلع في بعض ما موجودة في الجودة الجودة ذاتة مجدد لشوية بتعمله بتعمله داولود من وين من الكلاسرووم من الكلاسرووم مفروض لكن من الكلاسرووم بالعكس مفروض يكون ضابط لا لا ما ضابط والله خلاس بس أعمليه سكرينشوت للمشكلة اللي نعم بس أعمليه ليه سكرينشوت طيب جدا أو نزل 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 أنا ما قاعد نزلين الاتنين كالعادة يعني بنزلين الاتنين داك بساعدين لانه في القلبة كده ما بحتاج لأعمل سكروداون وبتاع كده عليكم سكرينشوت فعشان كده بس قلت أنبهك أشوف المشكلة وين جدا ما في مشكلة أنا ما بداية قاعد نزله يعني ما خلاس بس أعمليه سكرينشوت عشان أشوف المشكلة شنو طيب انت شغال بشغال السيستيما شغال بشنو بويندوز والله اندويد والله لا بالله بالماك بوك آآ بالماك بالماك هي دي ممكن يكون بس المشكلة بتاعكم باتباليتي بين الماك والآآ ممكن لكن ما الأوفيس دي ياهو الأوفيس الأوفيس ياهو الأوفيس أيوه لكن بس أعملي سكرينشوت أنا بشوف المشكلة وين وبعليه إن شاء الله طيب الشباب اللي بتنغشوا في الجروب أهل أمورو ما شكيف سلام عليكم مساء الغير السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله والحمد لله والله بالله بالتعرف طوي جدا النغاش بالمناسبة النغاش مهم جدا على فكرة سأنا قاعد نغش قبل قبال كنت بتكلم برضو مع محمد 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 رسمن في كندا فبرضو اتناغشنا يعني في حاجة جميلة اتناغشنا ومرات بالشباب باي بيجوبوا أفكار جميلة والله يا راسي قبيل فاطمة سالة من design for x والله هبات هبات موجودة في زول شرح لها يا جماعة design for x ايوه 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 في زول شرح ايوه ايوه تمام فالقروبة التانية كوية يعني اتنو خصر لينا المسائب تحت الشرح كلها في المكان المحدد والتانية تكون لحياة العامة بيكون الايوه الاعلانات للي حاجة مدعب ايوه ايوه صعب جدا انو انا انو 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 بتراغب الحياة كلها وبعطى سالة ايوه ايوه صح تمام لكن بس الشباب خليه يشاركونا في القروبة التانية مثلا مراجعة والله ايوه ايوه مهم انو الناس يصعب ايه ايه انت يا ادم بجيت اسمان بجيت واقع بسعالة مويس ادم ادم ده شكل مجمودي المصدع الام دي كمه يشغل بانك والله مجدهجة يا جماعة ادم ده اللا الاسفان الليلة واحد شد فيوا هاه ي gefunden ادم انا ختمين المعادلات والله الكمية بسراحة ادم ده وبرتاني يا جماعة رد التقليل او رد كده ما شاء الله ادوم واتبش الليلةو حيفوتنا كلنا ادم ادوم مهوق الحاجة اكتر كيف ادم لانو انبه لحاجة المهمة جدا جدا عندما قلت لكم خط سيناريو وهو طوالي رجع خط السيناريو بتاع المشروع التخرج بتاعه فبدأ يعمل عليه أبلاي الحاجات بالconcept بتاعت الـ project management كلها يعني فهذه بتسهل على زول الحاجات تماماً يعني إنت لما تجد خط السيناريو وتطبق عليه الثيوري اللي مرة بتتضح لك اكتري يعني فهي يبدو إلا كده إلا يعني زول يقول تلسيناريو عشان الحاجة يعني المعلومات كلها تقع في السيناريو ده مهم جداً جداً إحنا إن شاء الله لما أول ما نخلص الـ knowledge area الأخيرة اللي استيقوا الدرس من قسم الناس لثلاثة لمجموعات يعني تمام؟ وأي مجموعة من الدين سيناريو السيناريو ده طبق عليه نفعل الـ project management كلها يعني تمام 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 فكده بالطريقة دي بيكون يعني ما حيكون بعد ما حيكون يعني من نهاية الـ knowledge area ما حيكون عندنا محاضرات زي كل يوم يعني حيكون شنو حلغات بداعة مغاشر وأعلم ما حيكون في العيد حان أجز ليكم ما في مشكلة بتثبت المعلومة أكثر السيناريو ده بثبت القصة أكثر أيوة مهم جداً يعني عندنا مشكلة غير كده أنا ما يعني ما سأنا يعني دائما بتغبطني اللي هي بتاعت الـ عندك إنت أبي تكون فيه منج من بلان أو في البلان منج من مثلاً سكوب أو في السكوب كده فإنت الفريق بين اللي تعمل منج من البلان أو البلان نفسه لغات بسيطة جداً يعني أنت فريق مناته مرات مدد بطلت كده بخوة شنو أنت في حاجة مهمة جداً أنا أسامي إنه البروجكتي ده عنده الشغل بتاعه ذاته الـ activities بتاع البروجكتي ذاته والشغل بتاع البروجكت اللي هل انت بتنفيذ بها الحاجات مثلاً يعني أنا الليلة عندي مشروع بتاع بنيان تمام؟ المشروع بتاع بنيان ده لما نجي أعمل الشارتر وعمل الـ planning بتاعتي وأعمل ده أنا بسموه بسموه البروجكت مانجمينتا اكتفيتيتي تمام؟ والشغل بتاع البنيان ذاته والبياد والكهرباء والبهية والحاجات ده ده البروجكت ويرك تمام؟ طيب لما أنا نجي أقول مثلاً البروجكت cost الـ plan cost management ماعنا أنا قصدوه ما معنا إنو أنا دار أعمل الخطة البدير بيها البوريسيس دي مش إنو أنا بدير بهاي cost لا أنا الخطة اللي بدير بيها البوريسيس بيضع تكفوه قصدوه نفسها أيوة تمام؟ تمام فإنت إذا 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 قدرت تقدر تستيجوش أو تفرق بين الحايتين ديال بعد ذلك المور بتبقى لك سهل معنا قلتي أهم أنا حصل أهم حاجة الموضوع ناس هو بالضبط كدائماً فأنت دائماً يعني فرق إنو الله يا أخي يعني مثلاً لو جاك عامل بتاع بنيان وجاك واحد شغال لك بيعملك في الـ schedule بتاع البروجكت ده شغال لك الأول بتاع البنيان شغال لك في الشغل بتاع البروجكت ذاته تمام؟ وده شغال لك في الشغل بتاع الـ management اللي هو ده شغال لك في البروجكت وده شغال لك في البروجكت واليぃ ... ى حالة دي بتتكرر كثير طبعاً . . . . . . يمكن أن تفتح المائجة أو سامان وقفزت عشان قفلت فيه فعلى يعني تقريبا حسين بيجيش ما بيجينا يعني شوية حسين بأن الوضع بها يعني أوضح صورة بيت توضح شوية بالضبط يجب أن يوضح شوك لما أنت تصل لآخر نوالج اللي هي بتاعت الستيكولدر أنت بعد ذلك خلاص الحاجات كلها المعلومات بتاعت البروجيكت منيجمين بتقعلك في راسك بعد ذلك محتاج أن تطبيقها في الواقع فلما نقسم الناس سيناريوهات ويشتغلوا فيه بعد ذلك الحاجات بتبقلك سهلة جدا يعني أنا برد على مشارك كتير بغيب هلو؟ بس أنا صوتك اختفى هلأ يا أصدق أنا اشتغلت في مشارك كتيرة يعني مشاركة كنت بشتغل فيها مش يعني مشتغلش فيها يعني اي تي سبور في حاجة ذلك تطبيق لي بس فما في ما باستخدم كل لاعلم النيوعين بس بصراحة يعني لا 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 ما باستخدموها ومرات سيقاب ما باستخدامه ومرات اصدا أنت لست حدد استخدامت كلها لكن لما تكون انت عارف عندك عندك التعالي وانك انت عارف تعملات التعاليين وين انه والله أنا بحتاج الييهين وابحتاج اليهين وفيديه وكتهى بعنا طبعاً لو استخدمت بطريقة كثيرة لأنه يكون عارس ويكون تعمل كنترول لأنه ما هي كنترول في المشروع بيطاطكي دائما يا وسامة يا أستاذ بس يعني الحياة دلت بس له من شابتر ون يعني أكامات الأولين قبل الاسكوب إيبا قبل ما تقش النور الجايري يعني إدت له بس إهمت البداية الحياة البداية دلت يعني الصلاحية بتعمل المشروع بتعمل مكتب بتعمل فانكشن وبتعمل الصلاحية البداية دلت لك يعني أساسيات دلت ديبا بعدك تم ما يقارب ال 20 كيويرد في لو ندي تقش النورج على اسكوب أول فلاني يعني في 20 كيويرد لكيويرد وفهمت الكيويرد تاريباً كلام الصحيب هي أن الريق الأساسية البيت الأساسية هي أهم حي أنك تكون عارف تعرف الركان الأساسيلي المشروع يعني شنو مشروع يعني شنو برنامج أو شنو أسور طوال هي مهمة بس يعني يناس من المبتلك من ديباً انت شخصية بطلب خاص بديك عمل لينا سامرايز للكل الفورميلة اللي احنا قمستخدمها في الكوست هما شي عندنا الفورميلة اللي اصدام في اللي اسمنا في الكوست أيوكوست الكوست من من يساوا يلا 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 هاي ده أقول لي من الاسكوب وبجائي كلها متشابه نفس الكي ويرد بس مستخدمين هناك بس بختلف من مكان استخدم لإستخدم بس عزي مثلا في الستيميشن نفس الستيميشن بتاع الاسم بتاع الاسكوب يعني بس مختلف بس يعني ذكي الزمن في حيات كتير اللي يكون ماشية معانا دايما الريس كريستر والحاجات وليس الليرنين والحيات كلها والجاتر برجاتر حيات كلها ماشية معانا بس انا انا كنت دلعب لكم سأنا مدى سابق رياني موري جايته كده يعني لكن ان شاء الله اعطل لكم اللي اسمه ناوه. انت بس انت لور انا انا غايته طلب خاص منه انا مان ما عايزه. لكن ما عايزه. لكن طلب خاص لو عاملتين. يعني سامرايز لكل الله. الغر والحساد الليك شنو? اللي يطلب خاص لك اتبراك. مدعمم الفائدة. اه? خالد انا ما دا اه 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 اتكونوا فاهمين انا ما فاهم. يا والشباب القوص. القوص جهجة هالدنيا دي كلها. لا لا في ناشا في ناشا. طراز في ناشا. طراز في ناشا. البنات دي خارجة. انا بكلم عن نفسي يعني في احتي مالي قلنا مجي مش كتاب. لا لا والشباب القوص دا لو هدت لحظة في في الناس دي كلها معظور بتشتك من القوص. ايوة فانا انا ادم بحس بي انه عنده شوية يعني. فاهم خويس. فاهم خويس اي. بعدين بعدين في ملاحظة برضو القبال اللاحظة كتبها منه الاسامة ظين. اسامة. هو منه واحد كتب في في المقياسات دي بتلخفت شديد المايري ستون الميلبورد الشارت الو ب يعني دي دايرة تركيز شديد في المناسبة. هو شوفي. انا بس بدي. انا بس بدي. انا بديكو معنا. هي شنو. هي 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 حالة واحدة. يعني الو بي اس واحدة. يعني انت ما عرفت انه والله معنا الو بي اس واحدة. لكن بتجرر لك في في تغريبا في معظم النولوجي ايريا. فانت من اول مرة لما انت مر عليك تمر عليك مصطلح زي انا بس بديكو معنا. انا بس بديكو معنا. انا بس بديكو معنا. انا بس انا شرحك لا واضح يعني لكن بس انا لاحظتها. يعني يعني من ال يعني من الوبرفيو بتاع الكوزيز من الاسئلة المين اللي سابت تقريبا. بالضبط كده ايوه. ايوه. ام. تمام تمام. عشان كده ادكت الان شرحه بهذه المحاضرة بطلع لهم المصطلحات بطلع لكم الكلمات الصعبة. فلو ركزت بس معاو برضو اديته ايوه يعني كله ما يناد. ان شاء الله لعشرة دقائق قريت لانه شرحة بالعاربي بطريقة يعني جدا يعني شرح يعني اثبتهم يعني. جزاك الله خير يا خالب. الله اديك العودة. بارك الله. بس ازولوا وعملها بس كام سريح كده بتقعلوا يعني ما بي ساعة تماما يعني. يا استاس خالد داري اللي نبدو دعني كورسة انتهت. رايك شمال. ما عندك اي مشكلة طوالة والله. خلاص يا استاس خالد نحنا معاك برضو. انا مرحلنا بركتبك بركتبك غريب كبير. مذهل مننا مرحل. كمام انتوكم العافية يا شباب. يلا نبدأ. بسم الله. اتفضل يا خالد ما عليش قفلتك. طيب. عايز تقول حاجة دكتور. عايز اسأل. لما يكون الحتات بتاعت الانبوت والهنا دي. يعني انا لازم احفظهم كده. يعني دي الانبوت بتاع كله. لا هي ما تحفظها بغدر ما انك انت تفهمها. كويس. هو فيه اب كده جميل جدا. انا هارسل اليكم. بيتنزلوا في التلفون. يعني زي الجيم. بيوريك الانبوت والاوتبوت وبعدين بيعمل لك. يعني حاجة ضريفة جدا جدا. فحارسل اليكم بالمناسبة. طيب. تمام. فاينت لما اللوแ كلما انت تجده اعالي للبروسيس، تق감 بالقيمة والشغل. زي مقالو سامة انك انت لو عاينت ... الموضوع ست فرشفي部分 كالالم展иях بالتخبير اليك. يعني مثلا أعمل الكتاب شخصية STOPE اذا ان اعمل كروسيس يحتاجون العملية بعد حاليا universalيك التصويئي. ليس مقبلけông smiling bulba solar. محتاج لأجيزة الإنسانية ومحتاج لأجيزة الإنسانية تمام؟ فبعد شو أنت بس بالخبرة وبينها تقول والله يفعلن الحاجة اللي عايزة كده الحاجة المريضة داير كمسيسي، النايدة داير كمحبة كده يعني دكتور الحاجة بس بتاقة أكتر حاجمة لما تشتغل عملي كده قدامك طبعا هي لما تشتغل عملي ما خلاص الموضوع بعد ذا خلاص يتضح ديتهم العافية شباب نبدأ طيب نحن حنواصل إن شاء الله في الـ Resource Management ما فضل لنا حاجة كثيرة يعني فضل لنا حاجات بسيطة تويسة الليلة إن شاء الله هنخلصها طيب نشوف الليلة الأجندر تعبنا فينا أول حاجة Accurate Resource Process في الـ Process يا جماعة نحن لما نستحوذ على الـ Resources الـ Resources بتاعتنا المشروع سواء كان الـ Resources أو Physical Resources تمام؟ طيب، بعد ذاك يا جماعة لنا الحاجة اسمه الـ Berge والـ Team طبعا نفسي دي مع التكنولوجيا ومع الحاجات دي كلها ظهرت عندنا مصطلح جديد اسمه الـ Berge والـ Team تمام؟ اللي هو الفريغة الافتراضية يعني الفريغة الافتراضية دا من هنا الناس بيشتغل زي ما سي عندنا نجزات في الفترة بتاعة كورونا فيروس الناس كلها بيشتغل من البيوت وكده فالـ Team أصبح عندنا الـ Berge والـ Team فإنك أنت ذات اللهم الليكون عندك الـ Berge والـ Team مفروض تعرف تديره كيف تمام؟ فهو الحاجة نحن نعرف الـ Berge والـ Team زي البارنامج بتاعنا دا الؗثي ما باعتباره ف revise والصاني على الـ Link ايضا بالطبط كده ايش بالقناة AssetMicos طيب طيبAndanja بعدما احترطت على energet habe تمام؟ بيشتغل الـ template تعمل هو عもの PA كما ي الحاجة للـ Team فأنا شخ rel leggings بنوع لد أن تration بنوعه في الحاجة بعدما تريد من التنمية بتاعك انت دائرة التيم بتاعك ده تعمل له ومانج عشان يكون sustainable يعني عشان يكون البرفورمس بتاعه متواصل تماما يعني فبعد ذلك finally أو قبل الاخير لما يعني ما في بروجيكت في الدنيا وما في تيم ما بيحصل فيه conflict فانت لازم اذا بروجيكت منجه انه لازم يكون عندك conflict management skills واخر حاجة حنتكلم عن control resources انت عملت ال develop accurate resources عملت ال develop عملت مانج لتيم بتاعك تمام انت لازم برضو تعمل كنترول لتيم بتاعك وتعمل كنترول لتيم بتاعك وتعمل كنترول للresources بتاعت البردر طيب خلونا نشوف البرسس بتاع ال accurate resource process ال accurate resource هي الاستحواز بتاع الاستحواز على ال resources اللي هي obtaining team members facilities equipment materials supplies and other resources necessary انت اي حاجة مفتاجيها للمسروع بداعك سواء كان الحاجة دي فزيكال او هومان دي البرسس اللي انك انت مفووظ خلاص تكون عارف انو والله اخنا عايز كممهندس عايز كممشين عايز كممشين عايز كم الفيطوبة و هكذا تمام برضو بتعمل outline وguides عشان انت تسيلكت الرسورس بتاعتك تمام يعني انك سواء كان ال team بتاعك دي انت تختاره كيف بتمشي بدعيونهم كيف وبعدين بعد ما عاينتهم انت مفوظ يكون عندك system عشان اي واحد تردو الشغل بتاعه تمام طيب نجي شوف ال input والtools والtechniques والoutput بتاعاته ال input بتاعاته يا جماعة كلها حاجات مرض علينا طيس الحاجة الوحيدة لسه ان احنا ما اضطرغنا لها الحاجة بتاعت ال procurement تمام دي ان شاء الله لدبل البرسسة لدبل الاخيرة بعد ذاك عندنا ال cost based plan لانه هنا الموضوع فيه دفع وفيه تعيينات وفيه كده فلازم ان اكون عارف ال cost based plan بتاعتي تمام عندي document 2 محتاج ليه ال project schedule resource calendars resource calendars ديها جماعة اي حاجة متعلقة بالزمن بتاع التوظيف الزمن بتاع انه والله الحاجات بيجيك ميتين تمام انت ما قبيل لما عملت في ال activities وجيد عملت في ال resources انك انت محتاج ليشنو فانت بدخلت لها والله مثلا انا محتاج للأسمنت دا يوم كدا انا محتاج للطوب يوم كدا انا محتاج للناس بتاعين النقاشة يوم كدا الناس بتاعين البياض يوم كدا تمام فهذه نحنا بنسميها resource calendars بعد ذاك resource requirements مرض علينا stakeholder register تمام وزي ما قلت لكم انت عايز enterprise environmental factors و organizational processes طيب انت عندك ال input دي عشان تصل لل output انت فيه tools و techniques عايز تستعملها اللي هي واحدة منهم decision making decision making انت هنا محتاج ليه multi criteria decision اللي هو التحليل التحليل الغرار او التحليل الغرارات متعددة المعايير طيب دي نحنا مفروض نتعمل معا كيف مثلا انا عندي عينت التيم بتاعي بعد ذاك لقيت التيم بتاعي كلهم مهندسين بتاع المعمار مفترجين من جامعات ما في كلام وكدا لكن اي واحد عنده skills مختلفة عن التاني تمام اي واحد عنده soft skills مختلفة عن التاني في واحدين بيكون عندهم شهادات بتاعت حاجة تانية بتاعت health and safety بتاعت conflict management وكدا فانت لازم تعمل multi criteria decision making عشان تخطهم في الحيطة المناصبة تمام عشان بعدين ما يحصل ما يحصل conflict بعد ذاك بتشوف ال ability بتاعتهم ذاتها يعني اناسي مثلا فاطمة عندها هي health and safety تمام وعندي برضو مثلا خالد عنده health and safety لكن منوء المناسب عشان انا اخطه في الخطة بتاعت health and safety تمام فانت كبروجيكت منيجا لازم تعمل يعني تتخذ الغرار المناسب عشان تخط فيه الناس أو ال team بتاعك توزيعون حسب ال skills بتاعتهم تمام طيب عندنا ال interpersonal and team skills هنا المحتاج لها communication اللي هي اللي هي التقناع والتفاوض انت دا هنا محتاج لولا عندك حتة بتاعتينك انت دا يرتشير ريسورسيس مثلا جزات لو انت شغال في functional organization هكور ريسي قيسي مدى قاعد لك هنا فانت لو ما كنت تزول حريف وتحمف وتشير منه الحياة هتدع تمام فانت لازم كبروجيكت منيجا مفروض يكون عندك and negotiation skills تمام طيب عندنا الحتة بتاعت التعيين اللي هو التعيين اللي هو التعيين المسبق التعيين المسبق دا يعني هو sometimes resources are assigned in advance يعني انت من البداية من البداية مثلا خدت ليتك والله يا أخي نحن البيت ما عايزين نبنيو بالطوب العادي عايزين نبنيو بالطوب الحراري تمام فهذا خلاص انت مفروض من ننزل في الكارتر بداعه من البداعه والله ما دايرين نشوفه يطوب عادي دايرين طوب حراري تمام لا ما عايزين طوب عايزين بلط من البداية فخلاص دي نسميه نحن بري assignment فننزل من البداية محددين انه الشكل بتاع resource معينة تكون كيف انت بعد ذا مفروض بس ترجع للحاجة دي عمي تمام طيب نجل الحاجة المهمة اللي هي virtual team virtual team virtual team خلوني بس امشي للسلائد هنا عشان نتكلم عنه شوية طيب يا جمعة سيدي الحاجة بيجت ملحة جدا جدا وانه التكنولوجيا وبيجت الناس بتشتغل في different locations وكده فظهرت عندي المصطلح virtual team برضو الناس مثلا في ناس الاحتياجات الخاصة طبعا ديل لازم انك انت برضو تنكليد ذنب في البروجيكت بتاعك حشان ما يكون في discrimination تمام فمثلا واحد ما بيقدر اطلع السلالم عنده مشكلة الشخص مريض مثلا هو وكل شيء لكن المرض بتاعه ما بخليه يجي ما بيجي السايت كل يوم تمام فانت مفروض تكون تعرف تديره كيف فعشان كده ظهرت ظهر لنا المصطلح بتاع virtual team وزي ما قلنا قبل جوية الحتة بتاع داسي يعني كرونا وفيروس وكده تقريبا كل الشغل يتنجل البروجيكت فظهر عندنا غصبا عننا لانه عندنا virtual team فالvirtual team ده هندعمل معه كيف تمام فهو بالقليد هو form teams of people from the same organization who lives in wide separate geographic areas يعني انت مثلا عندك حتة ثانية الناس هم كويسين وكل شيء لكني واحد ساكن في حتة ثانية واحد في مدني واحد في مضايض واحد في بورسودان وكده يعني فانت عشان تديرهم بيتهم يتخلق لك حاجة زي بلاتفورم عشان انه مثلا الناس ذير يكون في system والناس ذير يكون متواصلين طبعا من اضعب اضعب حاجة انك تدير لك virtual team تمام لانه بعد شوية هتصار عندك حواجز بتاع تكنولوجيا هتصار عندك حواجز بتاع تلغة لو انت مثلا كمان ال team ده في different countries زي ما قلنا مرات يعني الناس الخوبرة بتاعينا من مناطق مختلفة يعني من مناطق مختلفة في العالم او مناطق مختلفة في البلد يعني ده اللي هو المصطلح بتاع البرش والteam الناس بيشتغلوا من البيت عندهم ظروفنا الخاصة ظروفنا الصحية ظروف بتاع انه واحد يعني براعي امه براعي ابوه ما بقدر يجي الشغل بصورة يومية تمام فهذا تكون شغال من البيت يعني فانت تكون مدير مشروع انك انت كيف تديه الشغل البناسب ووضعه وانك انت كيف تديره وكيف تعمله انجكت في التيم يعني عشان ما يكون هو isolated يعني هو جوز من التيم معك واي حاجة لكن ما معك في نفس الموقع فانت لازم يكون عندك طريقة انه الشخص ده يكون مواصل في شغله وفي نفس الوقت get your retention وبشارك التيم في كل شي يعني زي ما قلت يسا include people with mobility limitation or disability دي طبعا برضو الحاجة الجميلة فيها بتعملك باستخدر لك بادل انك انت تتأجر مكاتب كتيرة انت مم محتاج تتأجر مكاتب الناس يشتغلوا لك من المبيت وكده تمام فدي برضو حاجة كويسة مرات برضو انت مم محتاجين للك مرات في شركات بتدفع بس للكهربا وللموية بتدفع مبالغ خيالية جدا جدا فشوف ان الناس زيادة بتكون شغالية لك من البيت وكذا موادل لك شغل ده عمر إليك سيف للفواتير بتاعت التهربة بتاعت الموية وباعت التلفون أو ممكن بتاعت التلفون دي لأنك انت بتدعم لهم بالإنترنت طيب نعم توفر الوضع للتفع بس لتنتهي على منطقة تعطي البعثة مراتي أنت محتاج إلى إنشاء الناس تدفع مصاريف وباعتمت المسارع او تأجير لهم عربات او وتأجير لهم بثات لانك لا تحتاج لها لأن الناس هو من هنا في وضع البعثة مراتك ممكن تلغي مشاريعك يعني مشاريع جميلة وافكار جميلة بس عشان الناس ما قادرين انتوصل يجوك في الموقع كده انت ما بتقدر تعمل الشغول فهو طبعا عشان كده بالدوكال أدبايز قال لك يخيعمل virtual team تسوال يا شباب عن virtual team حسنا حسنا عدم ادبا عشان البرجر نفس الشغل بالفريلانسر يعني ما بخترب منه كثير الفريلانسر مرة ما يكون فيه ما يكون شغال فيه برجر يكون هو شغال بلاو لكن هي طبعا برضو نفس الشي يعني virtual team ممكن برضو يكون فيه بريلانسر لكن احنا هنا بنتكلم من لما نكون انت كبرجر منجا وعندك virtual team عندك ناس بيشتغلوا لك من البيت عندك ناس بيشتغلوا من من حتات تانية يعني لكن بس انت بس عباد قيوب كري يعني كو بالبعادة بتخليك بالكوست يعني تقوم مشنو انت تتحاول تعمل الترينيج للناس للعبليكاشن رزياته وتقوم توفر لهم احتاجات بالضبط كده بالضبط كده بالضبط كده طبعا برضو عنده بتاعاته لكن انت لما انت هنا برضك بتحتاج لمالتك انك انت عشان تتخذ الغرارة الصحيحة هل انه ابضاليك التيم دي يكونوا شغالين في البيوت ولا يجوك في الموقع فانت بتحسيبها 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 بتعمل بالضبط كده انه فعلا احسل لهم انه اشتغلوا من البيوت اثبت انه اشتغلك من البيت يعني لكن لو لديت التكلفة بتاعتين الابلكيشن والانترنت والانترنت مثلا الانترنت ما كويسة وكده حي دفئة ريسكي للمشروع بتاعك فانتما ما حتى نعمل بالحاجة يعني تمام تمام طيب نمشي للحاجة البعدة طيب نجي لل تيم بورسس هنا يما عندكم سؤال في البورسس في اي سؤال عن من الـ accurate resources انه اه ايوا الا accurate سرس بتكون during the executing process during العملية بتكون during during the executing ايوا 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 لانه انت مرات بتحتاج انك تعين التيم عشان يشتغلك شغل معين وبعدين يعني مثلا نرجع للشغل للبنيان انت محتاجي مثلا للناس بتاعين الكهرباء الناس بتاعين الكهرباء ليس محتاجين انت في during planning محتاجين بس بس يعمل لك ال executing في ال executing هم عندهم مرحلة معين اول ما يخلصوا منا وعملت لهم انتك استلمت منهم بعد ذلك بيمشوا بيجوا ناس تانيا So بتاعنا housing حسنا خطي الفائدة بتاعتها اللي هي إمبروفين الكمبنطنسي بتاعت التيم يعني انت دائرة الكفاءة بتاعت التيم دي إحصلها إمبروفين ودايما يكون التيم ممبر انتراكت مع بعض تمام فإنت عشان كده لازم تعمل لهم سيستم بتاعت حالي نشوف إنه مفهود تعمل لهم شنو برضو إمبروفين الـ overall team environment وإنهانس البروجيك إنت في النهاية إنت عايز البيئة التيمة شغال فيها والنظريكون skills كل إنك إنت عشان تعمل إمبروف للبروجيك بتاعتك برضو الحاجة دي فايدة الـ develop team process الفايدة تاعتهي إمبروف the teamwork وإنهانس الـ interpersonal skills and competencies وهي برضو تعمل بكون فيها متغرات للإمبرويز reduce attrition اللي هو الإستغالات أو الناس اللي خللوا شغل وكده وبرضو إمبروف الـ overall project performance يعني في النهاية الـ هدف بتاعي الـ objective بتاعي من الـ develop team process اللي هي الـ project performance عشان أنا الـ project performance بتاعتهي يكون مية المية أنا لازم إمبروف الـ team members interaction وإمبروف الـ overall team environment تمام طيب نجي نشوف إنه دي بتحصل كيف شوف الـ 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 input الـ input أنا محتاج للـ resource management plan تمام العملت أنا في الدلاية محتاج للـ project documents إنهم هاللتون لهم والـ project schedule دي كلهم أنا محتاج لهم محتاج للـ project team عشان أعرف والله إنه آدم ده بعمل لي شنو سلمون تعمل لي شنو فاطمون تعمل لي شنو أنا محتاج للحاجة بي محتاج للـ resource calendar أوكي إنه والله بعرف إنه مثلاً في اليوم مثلاً يوم 15 في شهر 6 بعد أنا بديت المشروع بداية بشهر فيه team جديد حاجيني والteam ده لازم يكون جاهز له تمام عندي الـ team charter النساء بتاع الـ team يكون واضح الـ responsibility واضحة الـ roles تكون واضحة تمام وأكيد محتاج للحاجتين اللي فيين دين جي كل مرة الـ enterprise environmental factors والـ organizational process assets طيب التورس والتكنيكس يجمع عندنا حاجة يسمى call location الـ call location ده اللي هو أنت تجيب التيم كله في حتة واحدة تمام يعني مثلاً تجيب التيم عشان إنو والله يكون الـ الـ interaction بتاع نكون تمام تخطهم كلهم في مكتب واحد كبير المكتب ده يكون مضبط فيه حمام بره نظيف حمام للفيميل وللميل يكون فيه مطبخ صغير على صفير على صفيرة علي كبير على صفيرة الإنترنت تمام الـ ventilation الـ air conditions الكهربة تكون تمام يعني 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 دي مزوليتك إنتا تاب، ورجعك ما نجا انت الـ call location ده مزول منه لأنك إنت دار تعمل environment انو الناس ده يبقوا فيه يعني اشتغلوا دك فيه تمام؟ بعد داك الـ Teams الـ virtual Teams نحن التكلمنا عنها قبل شوية communication technology طبعاً نحن بقين محتاجين للتكنولوجيا بادلي محتاجين لإنترنت محتاجين لتليفونات محتاجين لكمبيوترات تكون سريعة جداً جداً عشان تعملين التالكوليشن والفورة والحاجات دي كلها فنحن محتاجين communication technology هنا الحاجات يا جماعة الـ interpersonal team skills أول حاجة عندنا الـ conflict management الـ conflict management الـ influence لابد أن تكون عندك حضور كـ project manager لابد أن تكون عندك حضور لابد أن تكون عندك تأثير على الـ team دي كلها يا جماعة الـ influence تتجي من الحتة أول حيث تكون honest وتكون يعني مضعاطف مع الـ team يعني مثلاً روحة دي الليلة ضربت ليت والله يا أخي أنا ماذا بدرجي عندي يزار في كدة كدة يعني أنت ما تكون يعني لازم تكون يعني تتعامل مع الـ team بطريقة جميلة وطريقة حلوة بعد ذلك بكون عندك تأثير تأثير عليهم يعني تمام؟ بعد ذلك الموتيفيشن تأثير عليهم التلالية تأثير عليهم التلالية في هذا الفورميلة 100% أنا تأثير علي تلالية التلالية في الفورميلة هذا هو الحميس وتأثير علي التلالية تأثير عليها يعني أي وقت أنا أدار التلالية程chten يعني أني تكونوا واحدة وظهر تمام؟ فأدم لا يجهز باقي تتلعوا كلكم رحلة مع بعض تتواصل مع التيم بتاعك طواري كوائس تشارفهم الحلوة والمرزة كوائس تجيب ليه الناس يدربوهم تطلعهم كورسات مثلا مثلا لقيت والله انه يا اخي في عندك بوضجت بتاع انك تطلع واحد كورس لانك انت حت اقتلوه للمشاريع اللي قدام تمشي تطلعوا كورس كوائس فهي هذا الحكتل بتعمل شنون بتخلي التيم بتاعك متفاتي وبرضو الكلوكيشن يعني انه لما تجيب دعيدهم في مكتب كده مع بعض ويكون الحياة بيناتكم الجميلة تطفروا مع بعض والشاي مع بعض وكلا فبيكون في نوع من الموتوبيشن بعد ذاك اللي هي النبوبيشن برضو دي انت محتاج لها لان الموضوع فيه صراح هيكون مع الـ sponsor او صراح مع الـ functional manager عشان تاخد الـ resources تمام الـ team building الـ team building دي طبعا اللي هي بالدورات تدريبية بالـ activities اللي انت بتعملها تمام الـ recognition and rewards التيم دي لازم تديه يعني تديه هدايا تشجعه تمام training زي ما ذكرنا قبل شوية بعد داق عندنا الحاجة يسمى individual and team assessments اللي حنتكلم عنها بعد شوية وعندنا الـ meetings دي كلها tools والتكنيكز للـ develop team طيب نحن عايزين نطلع بيا شنو عايزين نطلع من الحاجة دي بالـ team performance assessment لو في اي change نحن دي المرحلة من عمل له change request لانو نحن هنا في الـ monitoring and controlling من عمل update للـ plan بتاعتنا من عمل management نعمل لها الـ resource management بلا نصد برضو نعمل لها update تمام والحاجة دي كلها هنا من عمل لها update حتى الـ enterprise environmental factors من عمل لها update والـ organizational process assets من عمل لها update يعني مثلا جيت والله يا أخي الـ collocation ده ضابط معي جدا 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 تمام فخلاص نحن الـ policy بتاعتنا انو والله التيم بتاع الـ construction دي دايما يكون شغال مع بعض تمام فادي واحدة بضيفة للـ policies بتاعتنا في الشركة اوكي يا شباب تي سؤال؟ اوكي طيب نجي نشوف يا جماعة اننا الراجل وعليكم السلام وعليكم السلام معلاش الـ collection بس كده قوله لي تاني معلاش نو معلاش الـ collection الـ collection الـ collection دي تجيب الـ team بداعك كله قاعدوه في حتة واحدة تمام؟ تمام؟ يعني مثلا انت عندك الـ team بتاعك ده في ناس شغالين لك في الطابق الأول في ناس شغالين في المبنى الثاني في المبنى مثلا الناس فيهم درمان اثنين شغالين لك في بحري تقولي لا انا الموضوع ده كده مابين فمعي انا دار الناس كلهم في مكتب واحد تجيبون كلهم في مكتب واحد او في طابق واحد لو كان مثلا عدد بداعهم كبير يعني بمعنى شنو انو الحتة كلكم تكونوا مع بعض يعني لا انا خلاص شكرا يا شكرا طيب عندنا يا جماعة في team development عندنا اللحظة عندنا الراجل ده اسمه توتمن توتمن ده جماعة عمل ليهو زي سلم السلم ده اللي قبتاع team development قال team development ده بيبدأ من مين أول حاجة قال بيبدأ بالفورمين الفورمين الفورمين ده اللي هين تتجمع التيم بتاعك تعينهم تعين رؤى تعين آدم تعين سلما خالد أسامة كويس جيد خلاص عينتهم بعد ذاك بتدون شنو بتدون المزوليات بداعتهم انت والله مزول من كده انت مزولة من كده خلاص ده اسمها المرحلة تحت الفورمين طيب بعد ما عملت اليوم فورمين بتيت عمل اليوم استورمين تمام الاستورمين لانه بعد ذا الناس بيبدو مع بعض كويس تجي تحاول انك انت يعني تحاول انك انت تدخلوا مع بعض كويس انه بعد ذا يلا اي واحد يجيب الايدي بتاعته اي واحد عمل لي استورم للايدي بتاعته بيحصل سكيد لا والله الموضوع ده كده كويس لكن الناس بتعلموا من بعض تمام فهذه المرحلة التانية بتاعتدين عندنا المرحلة التالتة بتاعت النورمين خلاص التيم ده بدي يشتقل مع بعض بدي يبقوا اتش اذر زي ما انت جيت اول يوم في الجامعة اول يوم في الجامعة ده انت شارف نفسك انك انت احسن بيحصلت على خاشر كل يدي بي تسعين انا خاشياء بي تسعين انا خاشياء من بحري الحكومية انا شاكال يعني اي واحد بيكون عنده اه يعني لكن لما انت تقعدوا مع بعض وتشتغلوا مع بعض بعد شوية الحاجات دي كلها اي واحد بيكون عرف حدود التانية اي واحد عرف والله يا اخي ده بيتره شنو وده بيحب شنو تمام فهدين احنا بنسميهه نورمين في التيم بعد ده خلاص التيم ده لما يحصل له نورمين بعد ده خلاص البرفورمين التيم حيشتغل تمام بيشتغلوا شغل مزبوط طيب نجي لحاجة خلاص التيم ده بعد ده خلاص الشغل بتاعه اتجورننك تيم ممبرز انبليد ده ويرك ان موف من هذا البرجج الناس دي خلاصوا شغل بتاعهم ومشوا اي واحد بعد دك يا واصلوا في برجج تاني يا اي واحد مشوا لشغل جديد تمام فهم الخمسة الحاجات دي يا جماعة دي هم التطور العادي بتاع التيم فانت يعني كم دير مشروع لازم تخط في بالك انه والله ياخد الفتر اللولدي دي الفتر تحت التطور من التيم تمام ما طوال انت والله الليل عينت ادم ده ادم يا خلال والله نحسين البرفورمز ما تمام فلسا يعني ادم ده ما عملت لي يعني ما دخلتوا اصلا في فيهم عشان طوالي من نوع اليوم تحبطوا تمام بعد ذلك تجيبهم مع بعض اللي هي الستورمين والنورمين والبرفورمين والأدورمين تمام دي كلها انت مفروض تعملها باشنو تجي تعمل بشكل اسمه الديولوب تيم تكنيكس واحدة من الديولوب تيم تكنيكس يا جماعة انديفيدوال ان تيم اسسسمنت اول حاج انت اي واحد تلديه تلديه حسب حسب الشغل بتاعه يعني حسب حسب الخبرة بتاعته انك انت والله تجي مثلا ادم دفتاع ايتي ما تمشي تخطي لي مثلا في الحسابات ولا مثلا خالد دازول بتاع حسابات تكتب لي تغارير تمام فانت لازم من البداية تخطي الناس تخطيهم في حتة المناسبة تمام فاديهنا منسميه انديفيدوال انتيم اسسسمنت طيب نجل الحتة التانية اللي هي يعني انت كيف تنظم التيم وكيف انك انت يعني how they organize information يعني انو كيف هما ينظموا المعلومات بتاعتهم تمام how they make decisions يعني برضو انت بتقسم والله مثلا انو والله اخنا مثلا عندي اسامة ما شاء الله بيتخذ الغرارات بصورة حكيمة تمام خلاص انا اي حتة بتاعت غرارات اي حتة لجنة بتاعت فيها انا حاجيب اسامة تمام انا والله حاسي مثلا ادم ده عاطفي تمام فا ادم ده انا بشيله من حتة بتاعت الغرارات لكن بخطوا في حتة ثانية تمام how they prefer to interact with people تمام في ناس طبعا بطبيعتهم يا جماعة يعني بيخجلوا ما بعرفوا ما عندهم الشجاعة الادلية انو والله يخجي في اجتماع ويجب التلاه مهم يعني معا نهو ده الخبراوية حاجة فهذا زيدا انت ماد خطوا في الحتة دي تمام خطوا في الحتة ما يكون فيها يعني مواجهة ما في حتة يكون انو هو الله يكون احجل يعني طيب انتهينا من دي من اجيب عندنا الحاجة يسمى يا جماعة الـ Team Performance Assessment انت التيم بتاعك ده لازم تعملهه assessment لازم تعملهه تغييم عشان تعرف انو والله الشغل بتاعهم ده كيف تمام الحاجة دي بتعملك اول حاجة تعملك تحسين في المهارات يعني لو كل ما جيت عملتلهم assessment وغيامتهم تمام دي بيكون فيه بيكون فيه تحسين في الكفاءات برضو بتخلي انو انخفاض يعني المعدل بداعينو الناس يخلي الشغل المعدل بنخفض جدا جدا لما انت كنت اوالي والله عارف انو والله ياخن انت بتغييم اول حاجة انت المفروب قبل ما تغييمو تخدو في الحتة المناسبة قبل ما تغييمو انت مفرود توفر له التريني توفر له الـ Team Building تمام بعد ذلك انت تجي تطالبه تشوف التغييمو تشوف الـ 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 بالطريقة دي جماعة تزول ما يخليليك الشغل تمام وبرضو بزيد التماسك بتاعتين يعني نحن عندنا حاجة يعني معظم تغريبا معظم الشركات العربية دي بيكون فيها يعني اللي هي زي نحن نسميبه العربي بيكون دائما فيها يعني شغل بوليتيك سياسة عنده علاقة مع المدير المدير قريب المدير صاحبه يعني الحاجات دي كلها هي مدير جدا جدا عشان كده حنا نجي عندنا دي واحدة من المشاكل بتاعتنا في لو جينا نظر إليها لو جينا خطيناها بعد ذاك كلها مع بعض بنجينا المشاكل الأساسي بتاعت عدم التنمية في الدول بتاعتنا تمام؟ تي سؤال يا شباب لحد الآن؟ طيب نجي ل... انتهينا مني يا جماعة الـ.developed team policies بعد ذا نجي للـ.manage team processes طيب الـ.team processes يا جماعة هي هنا تحت تنمية تتمميه تمام؟ إنك انت بتابع الشغل بتاعهم تعملوا تقميه بتجعلهم feedback على الـ.تعلق لهم عليهم لو في مشاكل يتحل عليهم تمام دي كله عشنو انت عشان افتمائز البروجيك البرفورمانس انت في النهاية والله انا الهدف بتاعيه البروجيك عشان البروجيك التاعيه انا التيم بتاعيه بربط له في لوطة يعني بعمل له اي حاجه هما عايزين انا بعمل اليوم تمام طيب برضو يا جماعة الـ Influence Team Behavior انت لازم يعني تأثر على سلوك الفريق بتاعك لازم لما يكون في اي مشكلة تحاول انك انت طوالي من يجب ولو في اي اشكال خويس انك انت تحاول تحله كيف نجي شوف الـ Tools والتكنيكس طبعا الـ Input واضحة جدا جدا ان انت محتاجيه تمام ما فيها حاجه جديده هنا عندك الـ Team Charter اللي هو المستغفى على الفريق عندك الـ Wear Performance Report انت بتكون عارف والله مثلا عندك خمسة مهندسين ست بتاعين ضياط ثلاثة بتاعين IP عندك الـ Wear Performance عندك الـ Report بتاعين بتاعين اي واحد يعمل شنو عمل شنو تمام عندك الـ Team Performance Assessment بتاعين اي واحد شغل بتاعين وهذا نحن نسمعه الـ Appraisal أي شغل بتاعه في الفترة الفاتتة أنت مفهول يكون عندك له تغييم خاتيوه طيب عندنا الـ Interpersonal Team كلها هي أنت هنا محتاج لـ Interpersonal Team Skills من ضمن جماعة الـ Conflict Management الـ Decision Making حاجة اسمها الـ Emotional Intelligence هنتتلم عنها شوية الـ Influence الـ Leadership انت مفهول يعني تكون غيادة أكثر مما تكون مدير بعد ذلك انت محتاج للـ Project Management System تمام؟ نحن عايزين نصل لشنو هنا عايزين لو فيه أي change من عمله الـ Request هنا لو فيه أي تغيير في الـ Team في واحد من الـ Team طلع فيه فيه Team جزيادة تمام نحن من نعمل Update لـ Schedule Resources عملنا Update هنا طبعاً هنا أيضاً الـ Cost Baseline الـ Cost Baseline لأنه فيه فيه تيم جديد سيجيب في الحتة دي في الحتة بتاعت المنتج سيجعلوا شغل فيه ناس سيجيب كده يعني فلازم برضو يترتب على تغيير في الـ Cost Baseline يعني اللي هي الحتة بتاعت المرتبات الحتة بتاعت الترياني ومثل يعني طيب فيه سؤال يا جماعة قبل ما نمشي فيه سؤال هنا في الـ ماني التيم طيب نجي نمشي الـ Conflict مريمين أي يا جماعة أي شغل أي يعني مش شغل أي نفرين تلاتة يجمعوا ويجب أن يحصل بيناتهم نحن الـ Conflict نحن الـ Conflict هنا ما بالضرورة نقول عليه مشكلة ممكن ممكن اختلاف إجهات نظر يعطل الشغل يعني تمام ممكن يكون كبير جدا ممكن يكون ضارب عديد ناس يضارب وبني وكذا وشو طيب انت كابا دير مشروع مفروض الحاجة يتعمل لها شنو أول حاجة أنت فيه حاجة يجمع اسمها ويكبرو عندنا التكنيك نحن من استخدمه في الـ Conflict ما نجمع؟ عندنا حاجة يسمها Withdraw avoid ويكبرو يعني حصل الإشكال وكذا أنت حاول أنك أجل الموضوع أجل حاله تمام مثلا مثلا يا خالد يقول لكم يا أخي أنا أخي المكيب يدعي لما شغال وما قادر يشتغل في المكتب وكذا أنت ما عندك الوقت تشتري مكيب ويتركب وكذا يعني أنت حاول أنك خالد ما مشكلة يا أخي فقط شغل المروحة وكذا فقط نحن سعيد ونخرج من المرحلة تمام فهذا أنت بطريقة 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 المشكلة فقط زحية مما تمام أو مثلا يعني أنت في لحظة كذا ستحسن أن تغيروا المكاتب لكم هناك مشكلة حصلت في المكاتب ما أدعكم فهذا المكاتب أو المكاتب قال لكم يا أخي أنكم تتخارجوا وكذا ممكن أيضا تقوم بطريقة ونذهب 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 ونجهز مكاتب ونعمل فحاول أنك أجل الموضوع قال يا أخي أنه لا يوجد مشكلة بعد ذلك نبسط هذا يسمى بعد ذلك ما يسمى سموز 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 إرضي جميع الأطراف لكن في النهاية نحن نقول جميع الأطراف 99% لأنك مستحيل إرضي الناس كلهم يعني يجب أن يكون هناك حتة تنزول والله يا خلال نظر هذا ما راضي فهذه هنا تحاول لأنه تحل إليك الإشكال حتى لو فترة وجيزة لدينا الحتة فورس دايركت فورس دايركتو بالله هي وهذا هو أنك جاءت اثنين من الملات جاءت نظر أي واحدة زوجته نظر مختلفة فهذا فترة وجاءتك فاطمة و جاءتك الغصوى و قالتك يا خنا كده و دي عرفة كده أنت تقول لفترة أكبر فاطمة أنا شايف كلامك صح و كده و كده و كده و كده و كده و كده أنت بعناها يعني زعلت الغصوى لأنه يجب أن تعمل كده لأن الموضوع أن يتحق فهو يجب أن تزعي في الزبط، في الزبط، يجب أن يكون في الزبط، فهذا نحن نسيب أن يكون في الصفحات الكبيرة ويكون نواتف من المجدل، ويكون عنده اوثورتي، لكن هذه المشكلة لا يستطيع إعمالها لو كان يعمل في ويكت متريكس الواجبات متى بيشتركت أو حياتي، فهو يستطيع منها بحسابات البرجة وهذه دائماً عندما يكون هو عنده الغوة ويكون عنده القوة فهذه دائماً تكون في الرئيسية ويكون في الرئيسية عندنا أحسن واحدة وأجمل واحدة اللي هي Problem Solving يعني أنت تحل الموضوع مع تجيب وجهات النظر كلها تسمع للناس كلهم تقرب وجهات النظر تحاول إنه بغدر الإمكان إنه نازل كلهم يشاركوا معاك في الحل ويصلوا لحل يعني تمام؟ فهي دي نحن نسميها Collaborate أو Problem Solving فال Problem Solving Technique يا جماعة الحاجة دي يعني كلما جيته وقت الواحد يمشي إجراء عمنا يعني عميس نحن نتكلمنا بس ديانا The Steps بتاع التالي إنك إنتك يفتحين للمشكلة لكن هي من الصوفت سكيلز المحتاج الليها ماتش يعني في الشركات يعني كلما انت كان عندك Problem Solving Skills ولم في الانتربيو جيت وريتم إنه والله قبل كده حصلت المشكلة كده وانت حليتها بطريقة كده دي الحاجات اللي بترفع لك الأسم بتاعك عشان تنقل الشغل يعني تمام؟ كايزوا علي يا شباب عن الحطة دي نحن خلاص نحن نحن عملنا برقب بشكل ركومي قدد نحن 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 نجد برقب بشكل ركومي نجل للحاجة الأخيرة يا جماعة اللي هي Control Resources فالControl Resources انت عايز شروعه بسيطة جدا جدا ما فيها حاجة كثيرة انت أول حاجة لازم تتأكد انه ال Physical Resources متاحة تمام؟ لحظة سوري في حاجة نتخليه أيوة ال Emotional Intelligence ال Emotional Intelligence اللي هي هي بالنسبة للصعيد الشخصي انه هو الإنسان تكون عنده مغدرة انه يسيطر عليه فعالاته يعني مثلا غرار كان ضدك انت تحاول انك انت اكسبت الغرار ده تمام؟ لحظة عشان تبدأ بعد ذلك تفكر التفكير السليم لكن لو حاولت انك انت والله الغرار ده طواله حاولت انك انت تواجهه تمام؟ فدائما المواجهة ده بكون فيها واحد قصران تمام؟ فعشان كنت لما يكون عندك ال Emotional Intelligence ده بساعدك كثير جدا جدا فانت بالذات لما تكون مثلا ماسك في المدير وكذا حاجيك واحد مثلا عديدك ممكن يسيبه لك يا طارق الله تفزول فاشر فانت إذا كنت تفزول حريب تقول له اكي ماهك مشكلة عادي جدا اكسبت الحاجة ده بعد ذات همشي انت اقوع دروغ اشرب لك كبهة شاي كبهة غهفة كده في المزاج فكر في الموضوع اي قالوا بعد ذات تعال ابدأ ادعام المعاولة لانك انت لو ما عندك الهتة بتاعة يعني هتتشاكل مع الراجل ده او تطرده او المهم تحصل الحاجة في النهاية هتأثر على المشروع بتاعك تمام فالهتة بتاعة اليموشي الانتاليجنز مهمة جدا جدا حتى انك برضو انك انت تستعمل مع التيم بتاعك اللي اياه مثلا والله التيم بتاعك ده انا عارف انه والله خالد ده جاي يشتغل عشان انه داير يترقى تمام جاي بس بحب الشغل وبحب انه داير الشغل انت تكون عارف انه خالد ده ده الحتة بتاع الحاجة اللي بحبه هو فانت بس تلعب لي فيها تمام اعرف والله اسامة ده جاي الشغل ده هو ذول اللي عنده شهادات واسكل سكل و اي حاجة لكن اسامة جاي يشتغل معانا لحاجة مادية و بحثة ما مشكلة كلنا عايزين احنا نشتغل عشان الجروش ده ما حاجة سيئة تمام لكن انت في فرق لما انك انت والله الشغل ده ماشي بزع عشان الجروش وفي شغل انك انت بتحبه عشان الشغل ذات تمام الانه لو في مثلا اي حاجة بتاع الوصول انت بتقوم تلسيله تمام و هكذا ده الحتة بتاع ال الاموشنال انتلجينز فلاحظ انك انت لو طبقت الحاجة دي مع التم بتاعك، التم بتاعك ده حيحبك و حيشتغلك اي حاجة وبعد ذاك انت حتكون عندك عليه وتأثير يعني تمام؟ فاده الحتة بس انا نسيتك قبل شوية طيب نمشي للـ Control Resources اللي هي في الـ Process يا جمعين تكون متأكد إنه والله يا أخي الـ Physical Resources التي تدوك ليها تمام هي بتغطي الحوجة بتاعة المسروع أنت محتاج مثلا تتخضر يا باشمهندسة أليها دكتور أيوة مع هذا السؤال حق مبارس كان بكلا معي الإمتلجنس الإمتلجنس والليدرشب أفضل كباناته كيف بس معلاز هي واحدة من الـ Leadership Skills اللي هي الإمتلجنس الإمتلجنس تمام؟ يعني واحدة من مثلا المدير المشروع عشان يكون الإمتلجنس مفروض يكون واحدة من الـ Soft Skills اللي هم يعرفها اللي هي الإمتلجنس الإمتلجنس كيف يتحكم في السلطرة على العواطف بداعته وكيف يكون عارف أي واحد من الـ Team عارف أي واحد من الـ Team الحيطة بداعته اللي هو محتاجية تمام؟ تمام؟ فالسؤال بقيقة بس خلينا أرجعلك له لو أنت ما تذكره السؤال مثلا أرجعلك أنه زوجة شغالraft في مشروع كبير وكيف حصل منهم خلافات ما طيب هنا في الحتة دي الإجابة والله أعتقد إنها الليدرشيب مخلوطة لكن بزا عشان نلقى الليدرشيب دي هي الليدرشيب يعني لو لقينا أي صفة من الصفات الليدرشيب هي الأشمل صح؟ الليدرشيب هي الأشمل بالضبط كده يا الليدرشيب أشمل لكن لما نكون الموضوع مخصص في حاجة يعني مخصص في حتة نظلة متاعت الموضوع أو حتة تتعالى الموضوع بعد ذلك أنت تضيبي الحتة تتعالى الموضوع السؤال هو بقول لك شنو تتعالى موضوع من المنظرات والموضوع الموضوع في دي مختلفة عبر السلطة تريد أن تتكلمين وطاعة الموضوع وطاعة الموضوع ايوه. دي اللي هي شنو؟ دي بتتكلم عن حاجة عامة. فعلا دي الإجابة ليدرشيب. تمام؟ نعم. في التبليد. طيب. في الـ Control Resources. انت محتاجين لي شنو؟ أول حاجة انت لازم تكون متأكد انه والله ياخد الـ Resources اللي الدوك ليها دي. كافية للمشروع بتاعك. تمام؟ وانت قادر تعمل ليها قادر تعمل ليها ضمان وقادر يعني توزيع التوزيع حسب الخطة اللي انت خططت لها. بعد ذلك انه مهم جدا انك انت تراغب تراغب الاستعمال بتاع الـ Resources بتاعتك. تمام؟ يعني مثلا مرة كده انا ماشي جنب عمارة كده في الخرطون يعني. تمام؟ فشايفة الناس بتاعين البياض شغالين برا. انا اضبط على البياض الكمية بتاعت الاسمنت التي تدفق منهم في الوطا اكتر من الكمية التي تستعملوها. فمشات كده جيدة الراجل المزول انه نواقف نبهته للحاجر يعني. فدي من الحاجات التي انت مفروض كبروجات منيجة. مفروض تكون منتبه للحاجر. بعدين ستأثر عليك. يعني اي ريسورس انت تدوك لها. اي كمية بتاعت اسمنت. ما مشت للحطة. انت مالانك انت قيل لما جدت. حسبت الـ Resources بتاعتك. وحسبت الـ activities خطيت لها portion او كمية محددة بتاعت. 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 الـ missing يعني. تمام. فانت عشان كده لازم تكون انت مراغب. الـ actual utilization بتاع الـ resources بتاعت. تمام. واني حطة بتاعت. مثلا بتاعت. انت تكوريكت الحطة دي. يعني تعملها تكوريكت سريع يعني. حطة بتاعت انه مثلا الاسمنت بيتدفق. او الطوم بيتكسر. او كده تشوف المشكلة سريع انك انت تحالية. ممكن ممكن التيمة الناس يجعلها في البعض اللي مع انه خبرة بالجغولة. تمام. طيب. بعدين برضك انك انت تتأكد انه الـ resources التي انت شغال فيها. مثلا انت شغال في نص المشروع. تتأكد تماما انه والله يا اخي. باقي الـ resources الموجودة دي. باقي المشروع. تمام. وبرضه في الوقت المناسب. اذا انت محتاج لأي زيادة بعد resources. انت مفروض تطلبها في الوقت المناسب. عشان ما يحصل اي تأخير للمشروع. التوالس والتكنيكس بتاعاتها واضحة ما فيها اي حاجة جديدة. تمام. كلها. هنا انت محتاج للـ cost benefit analysis. عشان تغارن الازعار. لانك انت واصلا تشتري حاجة تانية. انا والله عندما بدأت الشغل ده اشتريت الاسمنت بأكيد الليلة سعره بأكيد. لكن اسمنت عبر كده على الاسمنت المستورد. يعني انت بتكون في حتة بتاعة cost benefit analysis. وبرضه للتيم يعني. لو انه في تيم. مشيته. حتى عندما اشتغل معك تمام. حتى تضطر تعمل change request للتيم. للتيم جديد. برضه هناك انت. التيم الحاجيب الجديد تتأكد انه المصاريف او الايجار بتاعه ما يكون اكثر من التيم الفاتح. يعني عشان ما يأثر على الخاص بيس لاني تعالى. تمام يا شباب. وبذلك نكون انتهينا من الرسورس. ان شاء الله بكرة حنبدأ عن الكميونيكيشن. الكميونيكيشن ما كتيرة. انا وحاول بغضر ان كان نكملها في محاضرة واحدة ان شاء الله. تمام يا شباب. اي سوال. cunning. دكتور. ايوة. دكتور أيها ممكن تشرحها شوية كده على خلفك أهل شنو معلش؟ ديولوب تيم بروسس ديولوب تيم بروسس ديولوب تيم بروسس هي بس باختصار كده إنو تيم بتاعك ده خليس خلينا بس نرجع لي عشان طيب إنو في النهاية عايز التيم بتاعك ده يعني بعد ما خلاص انت عاينت التيم بتاعك فإن انت مفروض تعمل ليه تطور تبلغوا المشروع الذي يعني أنه مكان يزاله أو البيعات من الـ Team كنت أريد أن تعمل لها تعمل لها تعمل لها إنه يكون عندهم Teamwork skills يعني إنه ما في ناس بيكون الواحد جديد يشتغل أو كان شغال في حتة الـ Teamwork ما فيه Teamwork يعني أنا بعرف في حتات كثيرة الناس شغالين فيها الـ Teamwork 0 بينهم لأنه بينهم فيه ما فيه تدريب ما فيه تدريب ما فيه مراغبة ليهم للأداة بتاعهم فما بكون فيه أي نوع من الشغل بتاع الـ Teamwork فإنت كبرجهة منيجة مفروضة الـ Team بتاعك تجيبه كله مع بعض يتشارفه مع بعض يشتغله مع بعض أي واحد عنده خبرة ينقوله للتاني أو يقوله لباقي الفريق تمام؟ فهي هذه الـ Teamwork تمام؟ برضو تشجع الـ Team تدريبهم إجازات تدريبهم مثلا جوائز بونس دو كله أنت بتشجعهم وبتعمليهم متوفيشة اللي هو أنت بتخليهم رغبتهم في أن يشتغلوا معك أكثر من الرغبة يخلوك مهمة الفائدة فإنه أنه يشتغل لك الـ Teamwork ينجز في الوقت الذي تخليه ويشتغلوا 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 كلهم يجبوا لأنهم يعرفون أنه يكون معك مئة 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 تمام تمام يا باش مهندس تسلام الله يديك العافية نعم 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 سمر تقولي حاجة تواهل يا شباب تواهل يا شباب تواهل 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 كله تمام الله يديك العافية يا دكتور الكثميز طبعا الكثميز جاهز أس يحطونه اللاين بعد دقيدة إن شاء الله سأحلها لك بعد ساعة باه جدا لك كلام يا باش مهندس أروه أنا شاعفك شوية كده اليوم الأخيرة دي الرمضان والله شو ما متفعلة زي زمان والله أشوفها أمس هادكتور لكن قاعدة امتحني لكن فاقدينا المشاركة اتفك في الجروب والله خلاص الشفع ورمضان الاثنين خلاص خلاص إلا بعد العيد ثاني أرجع ربنا يا خزان شاء الله إن شاء الله في أي سؤال يا شباب الحتة الناجب اللي أجمعها والله جميلة جدا يعني اتكيفتها منا ذات يعني لما الاسلاج سجعت الليلة دي أجروها لأنها هي سهلة ما فيها حاجة وبعدين بتضيف لكم حاجات كثيرة يعني يعني ناسا أنا قدير بفتش لما بعمل في الليلة اللي جد بتاعت الـ top man's leader دي عجبتني جدا والله بتاعت الforming والstorming والnorming والperforming والperforming والoutdorming يا أستاذ نهاد نهاد لسا جماعة طبعا ما فطرت لسا نشوفكم بكرا إن شاء الله بي الله عديل اللايكوما جزاك الله عنا كل أخر جزاك الله الله يسلمكم وغارك الله عفوكم الكويت جازة والله بتاعت الله يديكم العافية ترجمة نانسي قنقر